بعد رفع النقطة الاستدلالية وتخصيص منحة البطالة تتواصل مراحل تحسين الأجور الرئيس تبون يأمر الحكومة بالشروع في مراجعة أخرى لمنحة البطالة ومستحقيها ومراجعة أجور العمال ومنح المتقاعدين بما يتناسب مع التوازنات المالية إجراء ذو طابع اجتماعي فرض نفسه في دل ارتفاع الأسعار من شأنه بحسب خبراء تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين خاصة طبقة الهشة النقابات تلتمس من الحكومة وضع آليات مناسبة بهدف سد الفجوة بين الرواتب والقدرة الشرائية قبل المراجعة فالزيادات الفارطة لم تكن كافية هذا المطلب النقابي في كل سنة والنقابات تؤكد على وجوب تأسيس مرصد خاص لمؤشر غلاء النعيشة مهما كانت زيادة فإنها تقتلها هذه الزيئة هذا الغلاء وبالتالي أؤكد مرة أخرى على ضرورة إنشاء مرصد وطني لمؤشر غلاء النعيشة ورغم زيادات الطفيفة بحسب النقابات يرى خبراء أن الدولة قد أخذت فعلا مسألة الأجور بالجدية المطلوبة وسجلتها كمحور أساسي في برنامجها للنهوض بالقدرة الشرائية